تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ويأتي هذا ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تزال المجهودات المصرية مستمرة لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من العريش والرفح قوات الاحتلال ما زلت تعرقل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم أعلنت قوات الاحتلال إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سلم ومنع لدخول المساعدات الإنسانية التي تتحرك من العريش ورفح لكن معبر رفح المصري ما زال يعمل ويفتح أبوابه لدخول كل أنواع المساعدات الإنسانية وحتى المجهودات بشكل عام المتعلقة بها المساعدات الإنسانية كلها مصرية مئة بالمئة حتى الآن من استلام للشاحنات وأيضاً للمساعدات الإنسانية وتحميل هذه المساعدات وتشوين هذه المساعدات أيضاً ونقل هذه المساعدات كلها يعني مجهودات مصرية كاملة متكاملة وتتحرك من هنا من المخازن اللوجستية التي أيضاً انشأتها الحكومة المصرية في العريش ورفح يتم تخزين فيها هذه الشاحنات لتحرك عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر قرم أبو سالم بطبع المجهودات المصرية لا تتوقف عند الشاحنات الإنسانية فقط ولكن أيضاً المجهودات الخاصة بالمفاوضات وإعادة إحياء المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة كل هذه تقوم به مصر باستضافة جميع الأطراف هنا على الأراضي المصرية الضغوطات الدولية ما زالت مستمرة أيضاً على قوات الاحتلال من أجل إعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن بعد أن قاربت المهلة التي أعطتها لها الولايات المتحدة الأمريكية ويشار قاربت على الانتهاء من أجل إعادة فتح المعابر الأخرى وإعادة أيضاً تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن تعرقل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى